آيات مجموعة قرآنية إعلامية وقفية تأسست عام 1431 للهجرة ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتضم في عضوية مجلس إدارتها عددا من الأكاديميين والمتخصصين في مجال القراءة والإقراء وتتطلع لأن تكون المجموعة الإعلامية الرائدة في خدمة كتاب الله تعالى محليا وعربيا وعالميا وفق رؤية تتلخص في صناعة قرئ القرآن الكريم باحترافية عالمية وتمكينه عبر منصاتها التدريبية والإعلامية من إسماع الخلق كلام الخالق جل وعلا ومن الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها غرس حب القرآن في نفوس الناس إحياء سنة تدبر القرآن الكريم والعيش مع آياته إبراز القراء القرآن الكريم ونشر تلاواتهم والتعريف بهم ابتكار الوسائل الحديثة لحفظ القرآن الكريم وتدبر آياته استثمار منصات الإعلامية والوسائل التقنية في نشر تلاوات القرآن الكريم وهداياته تحفيز المهتمين بالمجال الإعلامي في خدمة القرآن وتوظيف طاقاتهم عبر الجوائز والفعاليات القرآنية عملت المجموعة خلال السنوات الماضية على إنشاء العديد من المشاريع القرآنية أبرزها قناة آيات الفضائية للقرآن الكريم مؤسسة آيات للإنتاج الصوتي والمرئي مركز آيات لصناعة القراء دار آيات للنشر المشروع العالمي للكتاب القرآني الناطق بلاغ جائزة آيات للإعلام القرآني تطبيقات آيات الإلكترونية إذاعة آيات مستشارك القرآني عبر شبكات التواصل الاجتماعي ديوانية آيات مجلس القراء متاجر آيات ملتقيات آيات آيات وأن أتلو القرآن ترجمة نانسي قنقر